طب بص كده سودا تخيل معايا عندك صورة عادية جدا وتكرر في ثانية تغير فيها كل حاجة الخلفية الألوان الوضعيات التفاصيل الصغيرة اللي كانت بتاخد ساعات على الفوتوشوب ده انت كمان ممكن تعمل ده انجل الصور يعني تضيف مثلا شخصيتين في صورة واحدة وبشكل احترافي جدا الشغل اللي كان بياخد منك ساعات دلوقتي تقدر تعمله في أقل من دقيقة وبسهولة جدا وبدون أي خبرة وكل ده بزكاء الاصطناعي وده الألبان اللي حصل اليومين اللي فاتوا لما جوجل اعلنت عن موديل جديد حرفيا هيغير قواعد اللعبة وهيخلمه نفسة كبيرة جدا تخيل تضيف له صورتك وتطلب منه مثلا انه يخليك مثلا قاعد في كافية بتشرب قهوة أو سايق عربية أو بتشتغل ميكانيكي دلوقتي الموضوع بقى بصورة واحدة ودقة أعلى وتفاصيل أحسن الأداة اسمها نانو بنانا موديل جديد أطلق كوتو جوجل حرفيا قلي بالدنيا وقالة بالموازين وده مش جديد على جوجل لأن جوجل قبل كده قدمت موديل قوة جدا في انشاء الفيديوهات وهو موديل بيوسري اللي غير كل قواعد انشاء الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي وقلب الدنيا فهل نانو بنانا هيكون البديل الكامل للفوتوشوب ده اللي احنا هنجاوب عليه في آخر الحلقة لما هنجربه بنفسنا يا عام الموديل ده مش بس هيبقى بديل فوتوشوب ده انت ما انتش محتاج بعد كده بقى تعمل فوتو سيشن ولا الكلام ده خالص استغال بصورتك اخليك في اي حتة في العالم في اي مكان في اي وضعية احسن بكتير خالص من انك تروح تصار في مكان طب بص كده سودا هنجرب مع بعض نانو بنانا من خلال موقع موقع الجامد جدا اللي بنلاقي فيه ادوات كتيرة جدا مجانية اول حاجة هنعملها من الرابط اللي هسيبهه لك في وصف الفيديو هتدخل على موقع وبعد كده تسجل حساب في الموقع هنضغط على وبعد كده تسجل حساب بجوجل من الاي اي فوتو هتلاقي حاجة اسمها النانو بنانا اي 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 امج جنريتور ده معناها توليد الصور باستخدام مودل نانو بنانا هتجل لك الصفحة دي بالشكل ده هيبدأ ان هو اشرح لك بعض التفاصيل اللي موجودة في الموقع زي ان انت هنا مثلا جايب لك صورة لشخص قاعد وفجأة الصورة دي بقى فيها شخص تاني ده معناها ان هو ادري ديف شخص في الصورة عمل ميرج للصور وده في شخص وخلى ده قاعد في المكان وده في مكانه عمل زل وحاجة زي الفل يعني هناك دي الصورة تانية اللي بنت فجأة بقت لابسة نظارة وهنا في صورة تانية تم تغيير اللون الملابس بالكامل من لون الاصفر للون الاحمر بصراحة الموضوع شخص قاعد لازم نجربه بنفسه موضوع ببساطة ان انت هتجي هنا على الشمال عندك حاجة اسمها ودي معناها ان انت تقدر تضيف صورة تعدل عليها زي الصور اللي احنا شفناها دلوقت وهنا بتكتب تفاصيل اللي انت عايز تنفزه على الصور تحت هنا لازم تكون متأكد ان انت مختار النانو بنانا عشان ده الموديل اللي احنا هنجربه النهاردة وطبعا الصغة المتاحة صغة هنيجي هنا اول حاجة بنعملها بنروح نختار اي صورة احنا عايزنا مسلا هنختار سورتي هضغط على دي صورة مسلا بتاعتي واضغط على وهاجي هنا في المستطيل ده هبدأ ان انا هدليه الاوامر اللي انا عايزها مسلا انا عايزي يكون قاعد في كافيه ولابس او وعاوز مسلا يكون بيشرب قهوة وهو هكتب اي تفاصيل انا عايزة طبعا انا عشان اكتب ده محتاجة اكتبه باللغة الانجليزية فلو انت مش هتعرف تكتب باللغة الانجليزية فانت ممكن تطلب من الشاتبوت انه هو يترجمها لك وطبعا احنا هنا عندنا شاتبوت في الاسميت اسمه اي اي شات ده على كده نفتحه ونطلب منه انه هو يترجم لنا الكلام اللي احنا عايزينه هاجي هنا هكتب له ترجم للعربية ترجم للانجليزية ورد شخص في الصورة يكون قاعد في كافية وبيشرب قهوة ويكون لها باستشارة اسود ونضارة الشمس بعد كده هضغط على ارسال بالمناسبة هنا هو بيختار وممكن تختار اي حاجة من الحاجات المتاحة لتستخدمها اضغط على ارسال هيبدأ دلوقتي انه هو يترجم لك النص بتاعك هنا ترجم للنص فهاجي هنا هحدده واضغط عليه كوبي من هنا او كليك من كوبي وهرجع تاني للمستطيل بتاعي وهضيف النص بتاعي وبعد كده هضغط على هيبدأ دلوقتي ان هو ينفز لي الصورة بالشكل ده هنا عمل له الصورة بالشكل اللي احنا شايفينه ده بصراحة الصورة حلوة قوي يعني الصورة جامدة وعملها لي كمان بالبرواز بتاعها انها قاعد هنا هو في الكافية وبشرب قهوة وورا ينرسه معي موبايل ولابس هنا تشيرت اسود بالشكل ده ونضارة السودة وهو انا يعني الشنب هو ما فيش يعني اختلاف بصراحة الصورة جامدة جدا وحست ان انا فعلا يعني بس طبعا انا ما كنتش محتاج ان هو يحطيني الصورة في دايرة دي فمحتاجة ان انا عدل على الصورة دي عدل ازاي هاجي هنا همسح الصورة او اصلية اللي انا كنت جيبها وهروح اجيب الصورة الجديدة اللي انا لسه عاملها دلوقت وبعد كده اضيفها للموقع وهاجي هنا اعدل بقى اقول له انا محتاج الصورة كاملة هجرب كده ان انا اكتب بالعربي يمكن يعمل معي وبعد كده اضغط على للأسف فشل ان هو يفهم عربي فهضطر ان انا اروح هترجم الكلام ده في ترجمت الكلام ورجعت تاني هنا ضفته للمستطيل بتاعي وهضغط تاني على عن شوف النتيجة وضغط كويس شاية وكانت المفاجأة بالفعل هنا شالت دواير وخلاني في الصورة هنا بالشكل ده بصراحة الصورة جامدة جدا يعني الصورة تتحط بقى ايه خلفية حاجة زي الفل اوكي حبي نعدل على الصورة دي بتاعتنا تاني ممكن نعدل على تاني هنيجي هنا نعمل لها دون لود وتعالى هنا نضيفها تاني هنا بالشكل ده وهنا هنشوف بقى التعديل اللي احنا عايزين نعمله مثلا انا عايز اقول له شيل الموبايل اللي على الترابيز فاقولي وتعني نضغط على شال هنا الموبايل هو زي ما احنا شايفين طبعا هنا موضوع بصراحة الموضوع شيق جدا ومسهل جدا طب هنا قلت له ايه شيل الموبايل والناس خلي بالك انا نفس لسه على نفس الصورة القديمة هضغط على في القافية هحمله الصورة دي واجه هضيفها هنا وتعالى ندي له اختبار اكبر هقول له تي شيرت ونضغط على تعالى نشوف هيعمل ايه في تي شيرت الموضوع بكل بساطة ان هو لبسني تي شيرتي جامد جدا هلقول لون ده عليها بشتري وعد زيهم عايز يسوق اعربية فراري بقى نفسي بنزمان بصراحة اضغط جنوريت هنا بقى خلاني راكب الفراري وباشرب قهوة طب انا مش عايز اكون باشرب قهوة وبعدين انا ليه سيئ الفراري من الشمال انا معافش بسوق الشمال انا ممكن انا سوق مليمين فانجي هنا نقول له بقى شوية التعديلات اللي احنا عايزات كتبت كل التعديلات وهاجي هنا اضيفها في المستطيل وتعالى نضغط على قلت له طبعا انا عايز اسوق الفراري وفي نفس الوقت انا مش عايز اكون مسك اي حاجة في ايدي غير ان انا سيئ الفراري واكون بسوق الفراري من ناحي الشمال مش مليمين وقد كان المراتي بقى كده ازبطي العملية تعالى كده اشوفوا الصورة بقى بقى سوق الفراري وبدين يا زي الفل ولابس النضارة وحاجة زي الفل ما فيش بقى حاجة في ايدي ولا كلام ده كله خالص لا 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 مش ممكن انت فاكر لما كنا بنجي نعمل موديل ويقول لك اعمل لورة ضيف لنفسك ثلاثين صورة بقى وانت واقف وانت قاعد وانت نعم وانت بتدحك وانت بتعات وانت مكشر وفي الاخر بعد ما يقعد يوم يعمل لك الموديل تيجي تعمل لنفسك صورة ثلاث صورة اي كلام جودة زي الزفت ومش شبهك وحاجة فضل العظيم يا رب طب عزينا غير الشخصية خالص بقى هنيجي على نفس الصورة وهنيجي هنا نضغط انا عايز عايز يكون ميكانيكي خلي بالك انا لما عملت التعديل اللي فاتح عدلته كان على نفس الصورة دي وهنضغط على زي ما عنا شايفين هنا خلاني ميكانيكي قاعد بشرب قهوة طب احنا عايزين تغيير ما يحتاج ميكانيكي مسلا يكون قاعد بيصلح في العربية فاحنا ما يحتاجين ان احنا هنزبط اكتر في البرومت ازا فالبرومت مهم جدا لان هو اللي هيقدر يتحكم في الصورة ويطلعها بالشكل اللي احنا عايزينه كان لازم اكتب كل التعديلات وهاجي هنا اضيف البرومت بتاعي واضغط تاني على هنا عمل الصورة بالشكل ده بس طبعا من غير النظارة الشكل مش معروف خالص بس بصراحة حلو واقفة صلح في العربية زي ما احنا شايفين بالشكل يعني الموضوع حلو جدا تقدر طبعا تحمل الصورة من هنا ده بالنسبة لتعديل الصور زي ما قلت لك بقى بنفس الطريقة انت لو عاست تضيف حد معك في الصورة هتضيف تشيل حاجة تغير لون حاجة كل ده موتاح من خلال البرومت اللي انت بتكتبه طيب تعالي بقى ان احنا نجرب خاصية وهي ان احنا نكتب نص نحوله لصورة ونشوف ده هيكون شغال معناها زي هنضغط على تكست امج وهنجي هنا نبدأ ان احنا نضيف تفاصيل اي صورة احنا عايزين نعمل ده برومت بسيط لسلحفة بستايل تري دي ماشية كده في وسط الغابة وتعالي نضغط على جينيوريت نشوفها دي ما لنا التصميم عامل ازاي يا سلام عالجمال التصميم طلع بشكل احترافي جدا وطبعا هنا فيه ارنب هنا كمان اهو وفيه هنا عصفورة يعني ده في السباء بتاع الارنب والسلحفة طبعا انتو عارفينه وبناء عليه احنا ممكن نكمل احداث القصة بنفس الاسلوب ان احنا ممكن ناخد الصورة دي ونضيفها هنا لالنانو بنانا ونقول له عايزين مثلا الارنب وهو بتسابق مع السلحفة فبالتالي هنقدر نحافظ على ثبات الشخصيات وبالتالي هنقدر ان احنا نحافظ على ثبات المشاهد بتاعتنا بالسياق اللي احنا عايزينه طب تعال نجرب تاني هنا لحمامة شايلة ثبات والثبات ده فيه بعض الخضروات والحاجات دي تعال نشوف التفاصيل هتطلع معنا ازاي عملوا الصورة بنفس الخائلة اللي انا تخيلت وهنا الحمامة مسكة ثبات صغير وفيه زي ما تقول تفاح وطلع منه شوية حاجات ومشي فوق نهر المية فيها بلور والسحاب ظاهر في المية والزل كله ونعكاس الضق ونعكاس الشجر ظاهر في المية بصورة تحس ان هي متصورة بصراحة يا جماعة الموديل ده جامد جدا 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 اسمك بقى انت دلوقت تتجرب موديل نانو بنانا من خلال موقع وعايز اقول لك طبعا موقع بيقدم لك ادوات كتير جدا منها ادوات مجانية جدا وحتى لو فكرت ان انت تشترك في الموقع عشان تستخدم شكل احتراف وستخدم بيو سري وحاجات تانية كتير فخطة الدفع عندهم بتكون كويسة جدا بتبدأ من حوالي تسعة دولار شهير شهريا وبتحصل عليها امتيازات كتير واستخدمات كتير من ضمنها الفيديوهات زي وحاجات كتير ممكن تستخدمها في موقع يزميك وبكذا امان وصلت معك لنهاية الفيديو النهاردة اتمنى تكون استفادتم من الفيديو انتظروا ان شاء الله في فيديوهات جديدة هنتكلم عن موضوع جديدة تخص الذكاء الاصطناعي او اي شيء متعلق بان شاء المحتوى اتمنى تكون استفادتم من الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتسيب الوراك في تعليق ولو مش مشترك في القرآن ممكن تشترك وتفعيل زي جرس عشان تشوف كل فيديوهاتنا جديدة وفي النهاية السلام عليكم